شادد الرئيس عبدالفتاح السيسي على أن الأولوية القصوى هي وقف نزيف الدم الفلسطيني من خلال العمل المكثف مع مختلف الأطراف الدولية والإقليمية لوقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين وإنفاذ المساعدات الإغاثية بالكميات الكافية لتخفيف حدة الأزمة الإنسانية المتفاقمة بالقطاع وخلل استقباله رؤساء المجالس والبرلمانات العربية المشاركين في المؤتمر السادس للبرلمان العربي المنعقد بالقاهرة أكد الرئيس السيسي استمرار الجهود المكثفة على شط الأصعدة لدعم حقوق الشعب الفلسطيني وعلى رأسها حقه في دولته المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية كما أكد الرئيس السيسي المسئولية الكبيرة الواقعة على عاطق المجالس والبرلمانات العربية للدفع قدما بمسيرة التكامل العربي على نحو يحقق تطلعات شعوبنا في الأمن والتنمية والاستقرار فضلا عن الدور الهام للدبلوماسية البرلمانية في الدفاع عن القضايا العربية العادلة في المحافل الإقليمية والدولية المختلفة وأمام الرأي العام العالمي من جهتهم أعرب رؤساء البرلمانات العربية عن بالغ التقدير والاحترام للموقف المصري التاريخي بالرفض الحاسم لتهجيل الفلسطينيين خارج أراضيهم بما يحول دون تصفية القاضية الفلسطينية مشهدين بتصدي مصر لقيادة وإدارة عملية إنفاذ المساعدات الإنسانية وإصرارها على المضي قدما في هذه العملية رغم ما تتعرض له هذه الجهود من معوقات كبيرة وخلال اللقاء أشهد الرئيس سيسي بالطلاع البرلمان العربي في دورته الحالية بمناقشة عدد من الموضوعات الهامة على رأسها موضوع الذكاء الاصطناعي ما يضمن مواكبة العصر والتعامل مع تحدياته مشددا على دعم مصر الكامل لتعزيز العمل البرلماني المشترك على جميع المستويات وهو ما أثنى عليه الحضور مرحبين بالدور الكبير الذي تقوم به مصر وقيادتها في دعم العمل البرلماني المشترك ترجمة نانسي قنقر